السلام عليكم مرحبا بكم في حصة جديدة من هزة سيكنو فورنيت حيث سنتعرفوا من خلالها على طريقة توقيفية ضبط جهاز V-Box أو لمحول المحرك V-Box إذن كم تجاهدون هذه أبرز الخصائص التي يحتوي عليها الجهاز التي يدعمها الجهاز مع أجهزة الريسيفر وهي قائمة طاولة من بينها طبيعة الخاصيصة DZ نسخة 1.0 وكذلك 1.2 و الآن أعزان كناب سوف أقوم بفتح العلبة لنكتشف ماذا يحتوي الجهاز يحتوي على مانيويل يحتوي على تليكومونت وكذلك بطاريات من أجل تشغيل الريموت كونترول ثم هذا هو الجهاز المطلوب الذي نريد من خلالي تطبيق هذا الشرح يعني كما تشاهدون يعني يشبه ريسيفر تماما يشبه طبيعة الحال موربوكسك تماما يعني شكله بسيط يحتوي على شاشة LCD يعني بها أرقام ترتيب الأقمار بها كذلك منفذ F خاص بالريسيفر أن يتم بربطي بسيلك من الريسيفر إلى هذا الجهاز ومن هذا الجهاز إلى الإيمبيو اللاقت وكذلك من هذا الجهاز إلى المحرك بأربع أسلاك يعني موتور وسونسور ثم يحتوي على منفذ طاقة كما تتابعون وهذه هي أبرز المحتويات التي يتوفر عليها الجهاز للتأكد فقط قبل الشراء إذن أول شيء وأول خطوة سوف نقوم بها وهي أن نقوم بتركيب البطارية وهذا العمل يعني بسيط يعني لا يحتاج إلى شار سوف نقوم بتركيب البطاريات أولا ونقوم بتجريب الريموت سهل هي شغالة أم لا كما تجاهدون يعني إذا ظهرت ضعف الكاميرا فهي شغالة سوف أترككم بعد الخطوات المقبلة إن شاء الله في خطوتنا القادمة سنقوم بتركيب أربع أسلاك موزعة بين موتور وسونسور مربوطة بين المحرك والمحول ثم بعد ذلك سنقوم بتركيب سلكوكسير مربوط بين المحول والريسيفر والسلك الثاني سيكون مربوط بين اللاقط والمحول كما تشاهدون في الخطط في الخطوة الموالية بعد تركيب الأسلاك سنشرع في ضبط ترتيب الأقمار انطلاقا من النيلسات على سبيل المثال حتى تظهر الإشارة بشكل يدوي بعد التوقف على إشارة القمر سوف نضغط على الزر مني في ريموت كونترول ثم انسطلاسون ثم غير شرش مونو ساتيليت ثم بعد ذلك عزان كرام سنتوجه إلى خيار الانبي كونفيق ونضغط على الزر أوكي ثم في تايب الانبي نتدركها في يونيبيرسل سنتوجه مباشرة إلى بوزيسيونير دايزيك واحد فسل اثنان ونضغطها أوكي ثم بعد ذلك عزان كرام نختار القمر ثم في بوزيسيونير سوف نختار ترتيب القمر في تايب بي سنختار التردد أو القناة التي نريد التحول من خلالها للقمر مباشرة ثم بعد الانتهاء سنضغط على سوفغارد الى بوزيسيون اكتويل دايزيات ثم غير شرش مونو سنضغط على أوكي مباشرة وسيتم حفظ القمر بشكل أوتوماتيكي كما هو مبين في الصورة لحفظ القمر الثاني أو ترتيب القمر الثاني للحصول عليه سوف نختاره مباشرة في قائمة الأقمر حيث سوف أختارنا على سبيل المثال قمر أطلانتيك بيرد خمس درجات غرب لكونه يعني قريب من النهلسات ثم مباشرة عزان كرام سوف أقوم بالبحث عن القمر أو التوجه للقمر بشكل يدوي بالمحرك بهذه الكيفية يعني شاهدوا معي عزان كرام سوف أبحث عليه إلى أن تظهر الإشارة يعني كما تجب تابعون يعني الإشارة الآن يعني ظهرت يعني 71% ونفس الخطوات السابقة يعني مني وانستالنسون ثم قد شخص مونو ساتيليس على حسب نوع الريسيفر الذي يعني لديك ثم مباشرة ستتجوج إلى الانبي كونفيك وسوف نضغط مباشرة على ضيزك 1.2 لكوني هو الإختيار الخاص أو الأول نظام الخاص بالتحريك الأطماتيكي سوف نختار في بوزيسيونير رقم 2 يعني بعد النيلسات اخترنا واحد سنختار 2 ونقوم بتسجيل القمر ثم هذه هي نتيجة تسجيل الأقمار وسوف أتوجه من قائمة الأقمار إلى قمر النيلسات وشاهدوا ماذا سيحصل سيتم مباشرة الذهاب إلى النيلسات دون الحاجة إلى التحريك التلقائي أو اليدوي لنحصل على هذه النتيجة النهائية بنفس الطريقة أعزاء الكرام في ديكرو فورنيد يمكنكم تقوم ببرمجة أكثر من 48 قمر أي أنه يتم التحويل الأطماتيكي عبر نظام وتقنيات الديزي 1.2 دون الحاجة إلى التحريك اليدوي أو التلقائي وبهذا أعزائي أكون قد أنهيت هذه الحصة ولا تنسوا الحصص المقبلة إن شاء الله ستكون بعد شهر من الآن للمزيد من المعلومات والتفاصيل والتدوينات التقنية يمكنكم زيارة صفحة تيكرو فورنيد على الفيسبوك أو على الانستغرام وكذلك تسو دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر